حضرتك كنت معا أو في رصد حضرتك في الكتاب كنت معا ولا ضد الأجزاء وهل شايف أن كل الأعمال اللي تعملت لها أجزاء كتير الأجزاء الجديدة أضفت لها ولا كان ممكن نفضل عايشين مع الزكرة الحلوة أو مع النهاية المفتوحة أو مع التفصيلة اللي كنا عايشين فيها في الجزء الأول وما كناش نكمل في أجزاء تانية وبرضو تاني عشان نبقى منصفين أنوار سبنا روكاشة كان هو صاحب فكرة كتابة الأجزاء وكانت نجحة جدا لأنه كان عنده مشروع في الكتابة وفكرة الكاتب اللي عنده مشروع بتفرق جدا جدا هو مهموم بقضايا معينة مهموم برصد اجتماعي وتاريخي مهم جدا للمجتمع ووقعه الاجتماعي بشكل كتابة وقعية غير خيالية ولو لاحظت أنه كتاباته دائما بتلابس الوقت المعيش للناس في مصر وبيرصد سواء اسكندرية اللي هي كانت يعني موطنه ومقصده وحبه الأساسي أو الوضع في القاهرة وأحياء الشعبية جميل أسامنا روكاشة هو الذي جعل وأدخل بالفعل للضرامة التفزيونية المصرية فكرة الأجزاء بعده كان في صعوبة شديدة أنه تنجح فكرة الأجزاء للأسف الشديد ربما لأن قلمه كان متصق تماما مع فكر تسلسل ضرابي وكان عنده رصد تاريخي يعني دائما كان يربط الفكرة بتحولات اجتماعية وتاريخية موجودة في المجتمع فعشان كده هتلاقي أن مسلسلات الأجزاء شي بختفت بعدين بس إحنا كملنا شوية في مسلسلات الأجزاء مش بس كده إحنا كان عندنا مثلا مسلسل من مسلسلات الوطنية اللي حققت نسبة مشاهدة كبيرة جدا ونسبة نجاح كبيرة جدا مش بس كده أنا بتكلم عن مسلسلات الحديثة زي الإختيار صحيح مثلا وكنا سعداء جدا بأنه في عمل وطني بيقرب الأجيال الجديدة من إنجازات بلده وبيقرب الأجيال الجديدة بشكل المتطور الحديث والكل حب والكل التابع وبكل الأعمار فالحقيقة أنه سلسلة الأجزاء كملت كمان بعد العصر اللي بنتكلم فيه هي مكملة لحد دلوقتي هو جزئيا أنه فكرة مثلا رأفة الأجيال طبعا على سبيل المثال وأخذت أجزاء لأنه كان فيه وصائق أو أوراق من أوراق المخابرات العمل الوطني في ذلك الوقت وكان فيه اهتمام شديد في تقديم تفاصيل مهمة جدا والاختيار لأنه جانب منه مش بس هو دوكيو دراما فيه توسيق وفيه توسيق فيه فترة حفلة وزخيرة بالأحداث في تاريخ مصر فبالتالي تحملت عبء كبير جدا أنه يتقدم كل هذه التفاصيل فيه أجزاء لكن احنا بنتكلم على الأعمال الاجتماعية هتلاقي قليل هتلاقي فيه اختفاء ليها إنما الحالات اللي هي مسلسل وطني كبير ومشروع ضخم زي رأفة الهجان تحمل فكرة أنه يكون كده كان حالة خاصة جدا رأفة الهجان رأفة الهجان احنا لحد النهاردة لما بنسمع بس تتر المسلسل بتاعه ولما بنسمع مزكته ولما بنسمع عمر الشريعي طبعا يعني 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 ارتبطنا بيه ارتبط وجدانا ارتبط برأفة الهجان هوانم جاردين سيتي مثلا يعني فيه فيه أعمال كده الحقيقة محفوظ عبد الرحمن في بوابط الحلواني بس إتي عايزة تتكلمي على إنه أجزاء من الأعمال يعني المجتمعية والاجتماعية هتلاقي إنه أسامة العكاشة كان المؤسس لها كان المؤسس محفوظ عبد الرحمن مع اهتمامه الشديد بالتوصيق التاريخي ورجل يعني كاتب سينالي عظيم سواء في الدراما أو في التلفزيون كان فيه اهتمام تلفزيون أو حتى السينما كان فيه اهتمام شديد بأنه كمان يرصد تحولات تاريخية في المجتمع وكان شديد الاهتمام بدقة تفاصيل وده من الحاجات اللي كانت تحسب عليه في الكتابة اللي هي بتتكلم على الإنسان كإنسان ومجتمع وواقع ربما كان أسامة له خطه الخاص والمتفرد أكيد هو طبعا تفرد ونجح وساب علامات لا تنسى في الدراما المصرية بشكل كبير جدا جدا لمست وجداننا ومشاعرنا وذكرياتنا وحياتنا وكل ماضينا وتفاصيلنا الحلوة يمكن الحقيقة أنه هو كان مؤثر فيها طبعا بشكل كبير جدا ترجمة نانسي قنقر